السلام عليكم سأقدم لكم أيضا تصحيح هذه التطبيقات لكن حاولوا أن تنجزوا هذه التطبيقات بأنفسكم قبل أن تصلوا إلى الإنجاز التطبيقات التطبيق الأول أملأ الفراغ بالمناداء المناسب أحمد صائقا شاهدا لا تسرع فإن في العجلة الندامة إذن هل سوف نضع في المكان الفارغ أحمد أو صائق أو شاهد لا تسرع فإن في العجلة الندامة إذن سوف نختار ناكرة غير مقصودة كما هو مطلوب من هنا إذن واضح أنكرة غير مقصودة هناك واضح أيضا الجملة الثانية إذن هناك فراغ أصدق في شهادتك واضح الكلمة التي سوف نستخدمها واضحة الجملة الثالثة كن مثقنا لعملك وهنا عمل علم مفرد يعني ولدينا علم مفرد واحد في تلك الاقتراحات الثلاثة إذن الجملة واضحة التطبيق الثاني حدد المنادة فيما يلي وبين نوعه وحكمه إذن المنادة هنا في التطبيق الثاني إذن الجملة هنا في التطبيق الثاني قو أنفسكم يا أيها التلاميذ من آفة التدخين إذن من هو المنادة هنا في هذه الجملة؟ إذن فكروا قليلا يا أيها الطبيباني سها في الوقاية من الأمراض إذن أين هو المنادة هنا؟ واضح كذلك يا عبد الله زر صديقنا المريض كذلك هنا واضح المنادة أين التطبيق الثالث إشكل ما يلي قو أنفسكم أيها التلاميذ من آفة التدخين إذن حاولوا شكلها يعني في الواقع أنا شكلتها لكم عند قراءتها الجملة الثانية أيضا يا طبيباني سها في الوقاية من الأمراض إذن نفس الشيء الجمل التي طلب منكم تحديد المنادة في التطبيق رقم جوج هي نفسها التي طلب منكم شكلها في التطبيق ثلاثة أي عبد الله زر صديقنا المريض إذن أخيرا التطبيق الرابع إجعل الإسم فيما يلي نكرة مقصودة أو نعتا للمنادة أو شبيها بالمضاف مع تركيبه في جملة مفيدة إذن الأمثلة التي لدينا هنا قائلا الممهلة عاملة إذن هذه الأسماء إجعل الإسم فيما يلي نكرة مقصودة أو نعتا للمنادي أو شبيها بالمناضف مع تركيبه إذن كل واحدة منهم تجعلها إما نكرة غير مقصودة أو نعتا للمنادي أو شبيها بالمضاف التطبيق الأخير أعرب ما تحته ما تحت التصطير أعرب ما تحت التصطير تحته في أمثلة التطبيق الثاني يعني التلميدان أي طبيبان أي عبد الله إذن حاولوا أن يعني تعربوا هذه الكلمات التي تحتها السطر كما لاحظتم هنا إذن حاولوا أن تنجزوا التمرين هذه بدون أن تطلعوا على التصحيح إذن بعد محاولتكم لإنجاز هذه التمرين إذن بإمكانكم أن تطلعوا على التصحيح إذن هذا هو التصحيح إذن تصحيح التطبيق الأول إذن كما هو واضح إذن ينبغي أن نقول الكلمة التي نملأ بها الفرغة في الجملة الأولى هي يا سائقا لا تسرع يا سائقا فإن العجلة النذامة كذلك في الجملة الثانية إذن واضح أصدق في شهادتك من الذي سيصدق في شهادته الشاهد إذن نقول أي شاهدا أصدق في شهادتك الجملة الثالثة كن مثقنا لعملك المناده وعلم مفرد يعني الذين علم مفرد واحد وهو أحمد إذن نقول كن مثقنا لعملك يا أحمد أو كن مثقنا لعملك أحمد أو كن مثقنا لعملك أي أحمد مثلا التطبيق جوش تصحيح التطبيق جوش قو أنفسكم أيها التلاميذ من آفة التدخين إذن يعني المناده هنا هو أي قو أنفسكم يا أي أيها يا أي هي المناده هنا وليس التلاميذ يعني رأينا ذلك في الدرس رأينا ذلك في الدرس إذن يا أيها الكثير من التلاميذ يخطئون هنا يعتقدون أن التلاميذ هي المناده لا بما أن هناك دخلت أيها على الجملة بعد يا إذن أي هي المناده أي إذن أي هي المناده نوعه نكرة مقصودة نكرة مقصودة حكمه مبني على الضم واضح في الجملة الثانية أي طبيباني ساهم في الوقاية من الأمراض إذن المناده هنا طبيباني هي موجودة مباشرة بعد أيها إذن طبيباني هما المناده هما المناده نوعه نكرة مقصودة إذن هو نكرة مقصودة حكمه مبني على الألف لماذا؟ لأنه متنع مبني على الألف كذلك في الجملة الأخيرة أي عبد الله زر صديقنا المريضة إذن المناده هنا عبد الله نوعه مضاف إذن هو مضاف وحكمه منصوب مضاف دائما يكون حكمه منصوبا إذن كان مناده التطبيق الثالث تطبيق رقم ثلاثة مع الشكل إذن نقوم بالشكل إذن كما تلاحظون قو أنفسكم أيها قو أنفسكم يا أيها التلاميذ من آفة التدخين إذن وعليكم الأخذ بهذه النصيحة أيها التلاميذ الأعزاء قو أنفسكم من آفة التدخين الجملة الثانية أي طبيبان ساهما في الوقاية من الأمراض أي طبيبان ساهما ساهما في الوقاية من الأمراض والجملة الأخيرة أي عبد الله زر صديقنا المريضة إذن هذه هي الجملة المرتبطة يعني هذا هو شكل الجمل التي رأيناها سابقا إذن ننتقل إلى التطبيق رقم أربعة تطبيق رقم أربعة إذن المنادة يعني عملية التركيب سوف نقوم بعملية التركيب المنادة هنا قائلا قائلا يعني يمكن أن نقول مثلا على هذه الجملة كمثال يا قائلا الحق لا تخشف الله لو متلائم يا قائلا الحق لا تخشف الله لو متلائم إذن هنا هو شبه جملة قائلا شبه جملة كذلك الممهلة يعني يمكن أن نقول مثلا يا أيها الممهل انتبه إلى عواقب سلوكك وهنا نوعه نكرة مقصودة والجملة الأخيرة عاملة يعني يمكن أن نقول أيا عاملة ساهمي في تنمية بلدك هنا أيضا نكرة غير مقصودة إذن هذا بالنسبة للتطبيق رقم أربعة أخيرا التطبيق رقم خمسة الإعراب يعني نعرف ما تحتوي السطر إذن لدينا التلاميذ التلاميذ في جملة إذن أين هي الجملة قوى أنفسكم يا أيها التلاميذ من آفة التدخين إذن قوى أنفسكم يا أيها التلاميذ من آفة التدخين التلاميذ هناك ما يعرابها؟ إعرابها بدل عطف بيان إذن هو عطف بيان مرفوع بالضمة الضائرة على آخره ثم لدينا آية طبيبان إذن آية هنا هي الجملة هي هذه آية طبيبان ساهمة في الوقاية من الأمراض إذن آية هو حرف نداء للبعيد وطبيبان هي منادة نكرة مقصودة مبنية على الألف في محل نصب أخيرا لدينا يعني المنادة عبد الله إذن في آتي الجملة أي عبد الله زر صديقنا المريضة أي عبد الله زر صديقنا المريضة إذن عبد الله هنا عبد منادة مضاف منصوب بالفتح الظاهرة على آخره الله مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره إذن هذا هو يعني أتمنى أن يكون هذا التمرين مفيدا بالنسبة لكم لتوضيح الدرس إذن وظيفة هذا التمرين يعني توضيح الدرس لكي لا يكون عندكم لبس في هذا الدرس إذن أتمنى أن يكون هذا الدرس واضحا بالنسبة لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي في درس جديد شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر